بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نحن يا أحبّة في مسيرتنا نحو الفصح وفي تهيئتنا لذواتنا كي نعبُر من عالم الموت إلى الحياة مع المسيح نقرأ في هذا الأحد الرابع من الصوم عن حادثة إخراج روح شرير من ولد ذلك كان بأمر من الرب يسوع أمر الروح أن يخرج فخرج ويذكر القديس ماركوس عجز التلاميذ عن إخراج الروح الشرير والمسيح ببين أن لا التلاميذ إدروا ولا البي إدر لأنه كان في سؤال على الإيمان لذلك قال له يسوع أنه وقتل بيقوله للمسيح بيقوله أني استطعت شيئاً فتحناً علينا وأغثنا أنه إذا أنت جاي وشيكك أنه إذا بيقدر أو يمكن ما يقدر فليس جاي؟ المسيح لما بيلبي وبيستجيب مش لأنه هو عم بيعرض عضلاته وبدو يشوف حاله أنه هو مقتدر هو بيعرف حاله مقتدر وما بدوش هادي من حدا فبنقول له فرجينا لنشوف إذا أنت قادر مثل اليهود الذين طلبوا آية مع طاياً لأنه الذي يأتي إليه ينبغي أن يأتي إليه بإيمان مش بتشكيك لذلك قال له إن استطعت أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن إذن الإنسان ما بنال شيء إن لم يكن مؤمناً والإيمان بيقول الشيخ مليانوس هو الركيزة الأساسية بس بيقول مش الإيمان بأنه الله موجود يعني إذا وحد آمن أنه الله موجود أنه هو يعني أنه حقق شيء مهم الشياطين تؤمن أن الله موجود ولكن الإيمان الذي فيه نخضع لله الخضوع بمعنى أن نتمم إرادة الله محبة بالله والإيمان مثل ما بيقول الشيخ إيميليانوس الإيمان المطلوب هو إيماننا بأن الله قادر على كل شيء وهو حقاً فاعل كل شيء أنه كل شيء قد تم بإرادته وكل شيء يتم بإرادته فنحن وقتنا من صلِّم نطلب أن يكون ما نطلبه نحن متماشياً مع إرادة الله أن تكون مشيئتنا موافقة لمشيئة الله الإنسان ما بيقدر يصلي إن لم يكن عنده إيمان ولا بيغلب نفسه حتى بالصوم إن لم يكن على الإيمان ولكن الصلاة والصوم ما بيقدر يكونوا متقطعين ويجيبوا نتيجة الصلاة والصوم بشكل مستمر يقول الشيخ مليانوس الإنسان الملتزم بالصلاة والصوم بشكل مستمر ينال نعمة من الله تكسبه قوة وتمنحه سلطاناً على الأرواح النجسة فيطرطها بس هو ما بيقدر يطرط من الآخرين إن لم يطرطها منه أولاً إذا كان هو بعده خاضع للأهواء وتتسلط عليه أهوائه وهو عبد للخطيئة فهو ما بيكون متحرر وإذا هو منوحر ما بيقدر يحرر حداً لذلك بيقول شيخ مليانوس أن القصة مثل ما ويردي بالكتاب المقدس أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم يعني إذا أنتوا كنتوا بتصوموا بتصلوا بتقدروا ساعتها تخرجوا الشياطين هذا معنى من المعاني أما المعنى الآخر فهو أنه أنت ما بتقدر تتحرر من خطاياك وتخرج إلى الله إلا بالصلاة والصوم وبالمواظبة على الصلاة والصوم لأنه هكذا أنا أطرد الأهواء المفسدة للنفس فبيقول الصوم يطرد الشياطين ويجذب الملائكة لأنه يحول كل ما هو مادي إلى روحي ويجعل نور الله يشرق في الروح وفي الجسد فيضيء الوجه وشخص الإنسان بكامله يستنير لأن الله قد سر أن يسكن في الإنسان فالصوم مثل ما بيقول الشيخ مليانوس هو العلامة المرئية المتينة التي تميزنا عن كل ما هو أرضي وصاقط وشيطاني يعني الإنسان لا يمكن أن يعود نقياً إلا بالصلاة والصوم وفقط بالصلاة والصوم المستمرين نتيجة المرتكزين على الإيمان الله بيكشف ذاته بيقول الله يكشف ذاته لأولئك الذين يصلون ويتضرعون ويصومون لأنه بيكونوا بالمواظب على الصلاة عم بعبروا عن اشتياقهم أن يكونوا مع الله وأن يكونوا لله وبمواظبتهم على الصوم عم بعبروا عن اشتياقهم أن يرتفعوا عن الأرضيات إلى السماويات هاك بيعبروا عن محبتهم لأله وبالإحسان بيعبروا عن محبتهم للناس لأنه بتكون محبة الله إن سكبت فيهم من هون بيقول الشيخي مليانوس أنه علينا الانتباه وأتلي بيحكي عن المواظب على الصوم علينا الانتباه لأنه الضمير إذا لم يبالي بالصوم إذا تقاعس عن الصوم ولو بدرجة بسيطة يعني إذا لم يترفع عن الدنيويات ولو بدرجة بسيطة فهذه اللامبالات ستدخل التراخي إلى كيان الإنسان هذا التراخي غير الصحي الذي يضر بالنفس وبالجسد وسعتها بيقول لا يستطيع الله التحدث إلى قلب إنسان لا يصم لأنه ما بيكون عنده نقاوي ما بيكون عم بيجتهد أنه أن ينقي ذاته الصوم بيتطلب انتباه بالتالي لأنه إذا واحد تقاعس وتراخى بيخسر فمش إنهيك بدل يضل امركز وهذا يعني أنني أعيش منتظراً الله أنا أريد الله وأطلُبه وبإيمان عندي يقين أني سأنال نعمة الله وإلا إذا كان الإنسان عم بيصلي بيحكي مع الله بس ما أنه متوقع أنه بده يشوفه معناها ما بيكون بإيمان وإذا كان إنسان بيصلي وبيطلب من الرب وهو لا ينتظر أن يستجيب الرب لصلاته فإذاً هو ما بيصلي بإيمان إذاً بيكون كلام فاضي وما بيصلى نتيجي أنا أتوقع الله بجدية صابراً على كل الضيقات يعني وقت الإنسان بيصوم ويترفع عن الدنيويات لأنه يطلب السماويات فهو يصبر على كل الضيقات والضيقات هي جزء مننا الجوع المعدة الفارغة وجزء آخر مننا بيكون العقل الفارغ إنه ما بيعنده أفكار مسبقة عن الله والقلب الفارغ من كل الأهواء بده يفضي كليتا حتى ينتظر أن يملأها الله كلها فبيقول الشيخ مليانوس بالصلاة والتضرع وبالصوم والمواظبة نستطيع أن نطلب نعمة الله التي بالإيمان تمكننا من الدخول إلى قدس الأقداس مشين هيك بيقول ديس صفروني سخاروف إن الصلاة الحقيقية تأتي حصريا من خلال الإيمان والتوبة ونحن نحتاج إلى إيمان راسخ وتجلد طويل الأمد يعني بده واحد يصبر لوقت طويل مش إنه واحد إذا بلش يصوم ويصلي اليوم دغري بيظهر له الله والإدسين ويصير هو بالسماء رؤى حالك شوي ما تنفش لأنه الشيطان كثير سهل إنه يغر الإنسان بالكبرياء بده يتوضع لشينا هيك العذرة بالبشارة كانت عم تطرب وتقول ما عسى أن يكون هذا الكلام هذا الإطراء من الملاك بده تشوف إذا هذا من عمل الشرير أو من الله فبيقول للديس صفروني الصلاة تتطلب شجاعة بشرية فائقة وتمسك الإنسان بالصلاة دون ما تشتت هو الذي يبشر بالنصر في كل صعيد من أصعيدة الحياة بنفس الاتجاه بيقول للشيخ إيميليانوس إن صلاة إلى الله هي توجه حازم وثابت نحو الله يعني أنا بدي الله ما بدي شيء تاني غير الله ولكن بيستشهد أن المسيحيين الأوائل كانوا يواظبون على الصلاة والشكر يواظبون هذه المواظبة يعني دائماً 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 اتجاه نحو الله يريدون الاتحاد بالله لأنه بيكونوا متيقنين مثل بطرس الرسول إلى من نذهب يا رب ونبع الحياة عندك لو التجعنا لأين كان نحن خاسرون ولكن نحن نلتج إليك لكي ننال الحياة فمن شنهاك بيقول الشيخي مليانوس حتى أتمكن من أن أصلي وأصوم بدي أتعلم أن تنظر عيني إلى المسيح وحدهم وبدي أتعلم أن أحيا له فقط أحيا للمسيح وليس لآخر ولهاك بيقول قديس صفروني الدرب طويلة وملئة بالأشواك الإنسان بيطلع السلم درجي درجي مش من أول السلم دغري بيصفي بآخره هذا اللي بيطير بيصفي بآخره ما أنه إنسان الإنسان العادي الطبيعي يتدرج حتى الرب لما تجسد خضع تحت الناموس صار جنينا ثم طفلا ثم ولدا فبالغا فرجلا فبدو يتدرج الإنسان ما بيطلع السلم دغري هذا اللي بيحكوا عن الخلاص بلحظة يوم بيكون خاطئ وبالوحل تاني يوم دغري بيصفي أنه هو بصر بنام أنه هو صار بديس ما هيك بتصير القصص لأنه هذا بيكون من خداع إبليس حتى الإنسان يسير بخطة ثابتة بد يكون إجراء على أرض صلبة فالدرب طويلة وملئة بالأشواك إلا أنه يأتي وقت يعني الإنسان إذا صبر على كل الضيقات بيجي الوقت الذي فيه يخترق شعاع سماوي الظلمة الداكنة التي فينا ليحدث انفراجا فيتجل النور الإلهي اللامتناهي إذن المواظبة التي أساسها الإيمان وليس اليأس من بلوغ الهدف الواحد ما حنوصل لشي شو بدنا ننتفع ما بدنا نقول هاي بدنا نقول مثل ما قال داود النبي في المزمور أربعة وثلاثين طلبت الرب باجتهاد فاستجاب لي ومن جميع أحزاني أنقذني طلبت الرب باجتهاد يعني مش إنه كلمتان وعالميشة اضغط صبط وضلت مواظب وأثابر وأنا أطلب الله وطلب الله لا يكون فقط بالكلام هي صلاة من أعماق القلب بالصوم بالترفع عن أمور الدنيا باجتهاء الملكوت وحده مش اجتهاء العمارات والعقارات والنفوذ وغيره اجتهاء ملكوت الله طلبت الرب باجتهاد فاستجاب لي ووقت اللي استجاب لي شو أعطاني أنقذني من جميع أحزاني وشو الأحزان التي عندي أنه واحد أساء إلي بالكلام فأحزنني أم هو قال لي ما تزعل يا حبيبي ما تسأل عن الحكي اعتبروا منه موجود هذه الأحزان اللي الله بده يشفينا منها أكيد لا مش هذه الأحزان الرب وأنه إذا ضلت موجودي عندي أنا حكماً هالك لذلك أطلب إلى الله أن يخرجها مني حتى أتحرر منها لا يكون عندي غضب ولا حقد ولا حسد ولا يكون عندي كبرياء بل أكتسب عوضها التواضع والمحبة واللطف والوداعة وأتل بيطلب هدال الفضائل ربنا بيطرد مني كل الرذائل ومن جميع أحزاني ينقذني سعتا أسكن في بيت الرب مدى الأيام بوقتا بوصل إلى الملكوت أسكن في بيت الرب مدى الأيام أنال الحياة الأبدية التي لا نهاية لها لهكي أحب الصوم والصلاة وحفظ وصايا الرب على أساس الإيمان هي اللي بدأ تخلينا نرتقي تدريجياً شيئاً فشيئاً إلى أن نتحرر من نجاسة هذا العالم ونصبح أنقياء وبالتالي حلوين بعينان الله نجتذب نعمة الله إلينا فيسكن الله فينا ونصير أبناء الملكوت آمين